وسط مدينة سطيف يتواجد مطعم الكاري المشهور بأطباقه التقليدية مطعم أصبح مقصد الشباب الراغبي في تعلم طريقة طبخ هذه الأطباق مطعم الكاري نخدم أكلات شعبية كما البربوشة دوارة لبيا بن فنازي والدمغة دمغة ثانية بربوشة نخدمها كل اثنين ويجيونا ثانية المشتريين نرحبوا بهم عبية كبيرة وفيها يجيونا الزوالية يجيونا من الولايات الأخرين يجيو من الولايات الأخرين من البرج من المسيلة يجيو من قسمطينا قسمطي على جل بربوشة بسطورة يعني الله هنا هذه علبة يجيونا لجان نعلمهم علمهم أقضاء بربوشة دوارة لأكلات شعبية وفرحانين مساكن ويخدموا وعندهم إيرادة أطباق تقليدية مميزة جعلت مطعم الكاري الوجهة المفضلة لعشاقي هذه الأكلات من مختلف الولايات نشو مخير نريس مخيرين وخاصة النهار الثانين بربوشة تقليدية تاعة سطيف تعامل كمينك وتعبكري لفتسعيدي هذه الماكنة تاعة بكري وهذه التعامل نبليدين نبدوها بشربة هكذاك أنا في حرش ما مانا شفي رسطورة أنا جيث من البرج ورسطورة هذه عندي قريبة 20 سنة لنأكل فيها أخير رسطورة القطر سطيف لا نقول لك في النظافة في الماكلة في البنة هذه أطباق تقليدية سطيفية لذيذة نعرفها وكل اثنين نجيو عند خوني حسين كاملي البربوشة هذه نروا طبق سطيفي لذيذ نجيو على جاله أعروف رغم التواضع على المحل تاعه ورغم حيناه الشعبي لأن الناس تقصدوا من كل الفئات كل الناس تلقاها تنتظر اليوم الثنين الرمز تعنى وشين هو كسكس درجة الأولى بربوشة تحافظ الأطباق التقليدية وبمرور السنوات على عشاق لها لا تنسيهم فيها نظيراتها العصرية